بيونج يان تستعد لتجربة صاروخية جديدة جهود لتوحيد مواقف المعارضة السورية ودفع العملية السياسية ولبنانيات مع نصرة قضايا المرأة بالقانون اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم قالت مصادر استخباراتية ان كوريا الشمالية تستعد لاختبار صواريخ باليستية من علامات غواصة مشيرة الى ان بيونج يان تسرع في تطوير الجزء البحري من قواتها النووية وتصاعد التوتر في الفترة الاخيرة بين بيونج يان وواشنطن ووصل الامر الى تهديد الاولى بضرب جزيرة جوام الامريكية في المحيط الهادئ اعتبر مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ان كوريا الشمالية تطور قدراتها الهجومية النووية على الولايات المتحدة بواتيرة مقلقة لكنه حرص على التقليل من خطر حدوث مواجهة عسكرية والشيكة مع بيونج يان ذكرت تقارير اعلامية مؤخرا ان وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون اعدت خطة لتوجيه ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية باستخدام قادفات قنابل من طراز بي وان بي تنطلق من قاعدة اندرسن الجوية في جزيرة جوام الامريكية التي هددت بيونج يان بضربها قتل سبعة عشر شخصا في هجوم ارهابي استهدف مطعما تركيا في عاصمة بوركي نافاسو وغادغو واجلت الشرطة المدنيين من المطعم قبل وصول افراد الجيش الذين قاموا فورا بشن هجوم مضاد قتل اربعة اشخاص على الاقل في هجوم لبوكو حرام على بلدة بالقرب من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا وفق ما افادت مصادر محلية واطلق المسلحون النار عشوائيا على السكان واضرموا النيرانة في المنازل تمكنت السلطات الامنية السعودية من بسط سيطرتها على حي المسورة ببلدة الاقطيف شرق البلاد الذي شهد عدة مواجهات مع خلايا ارهابية وتخريبية في الفترة الماضية وشهد الحي تجاوزات عديدة قام بها ارهابيون وتجار مخادرات واسلحة على رجال الشرطة وعمال امانة المنطقة الشرقية الذين كانوا بشر عملهم في هدم منازل الحي القديم تمهيدا لتشهيد حي نموذجي ومنازل حديثة استقبل ولي عهد ابو ضبي الشيخ محمد بن زايد زعيم طيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في العاصمة الاماراتية واستعرض الشيخ محمد بن زايد والصدر العلاقات بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وطلع ولي عهد ابو ضبي على تطورات الساحة العراقية قتلت غارة جوية امريكية نفذتها طائرة دون طيار مسلحين من تنظيم القاعدة في محافظة ابيان جنوب اليمن فقال مسؤول عسكري من القوات الحكومية ان المدعو الخضر سعيد والمدعو ناصر جرادة المنتميين الى تنظيم القاعدة الارهابي سقطا قتلين في الهجوم اعلن مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين ان حاصيلة الهجوم الذي شنه افراد داعش على مفرق الزوية شمال بغداد بلغت اثنى عشر قتيل من التنظيم وثلاثة جنود عراقيين واكد المصدر ان الموقف حسم نهائيا لصالح القوات الامنية بعد تدخل طيران الجيش المروحي ما اجبر مقاتلي داعش على الفرار مخلفين وراءهم الجثث وثلاثة آليات سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على اثنين من احياء مدينة الرقة بعد معارك مع تنظيم داعش فقال قائد عسكري ان قوات غضب الفرات بسطت سيطرتها على حي المهدي والرافقة شرقي مدينة الرقة بعد معارك عنيفة سقط خلالها عدد من القتل والجرحة من مسلحي تنظيم داعش دعا المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان ديميسورة وفود الهيئة التفاوضية العليا المعارضة ومن الصطي القاهرة وموسكو الى محدثات في جنيب بين الثاني والعشرين والسبع والعشرين من الشهر الحالي يأتي ذلك قبل يومين من اجتماع مرتقب للهيئة العليا ومنصة القاهرة في الرياض بهدف بلورة رؤية موحدة تجتمع عليها المعارضة السورية منعطف جديد تدخله العملية السياسية في سوريا المعارضة السورية تحاول توحيد المواقف من جهة والنظام صامت يحاول كسب المزيد من الوقت من جهة اخرى الثاني والعشرون من الشهر الجاري موعد جديد لمحادثات السلام في جينيف دعا اليه المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا الهيئة العلية للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو والهدف هو التوصل الى موقف موحد ازاء ثلاث اوراق تتعلق بمبادئ الحل السياسي والية صوق دستور جديد وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ديمستورا الذي يأمل بان تأتي مشاورات الرياض اكلها وتتوحد مواقف المعارضة يسعى الى انجاح الاجتماع المقبل في جينيف ودعوة اطراف المعارضة والنظام للجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة في الاسبوع الثاني من سبتمبر ايلول المقبل اجتماع الرياض في الخامس عشر من الشهر الجاري لن يكون الاخير حتى تتقارب وجهات نظر الهيئة العلية المفاوضات مع منصتي القاهرة وموسكو فمنصة القاهرة لا تخفي اي تقارب مع الهيئة العلية وقبلت مباشرة حضور المؤتمر المقبل لتقريب الرؤى فيما ظلت منصة موسكو التي يرأسها قدر جميل نائب رئيس وزراء حكومة وائل حلقي لدى النظام في سوريا ترفض حضور المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الهيئة العلية تحاول جرها الى العمل السياسي تحقيق تطلعات الشعب السوري ودعم العملية السياسية لا يزالان من ابرز الثوابت التي تتمسك بها المعارضة بشقيها الهيئة العلية لمفاوضات ومنصة القاهرة على الرغم من وجود بعض الاختلافات في تفاصيل شكل الانتقال السياسي على سبيل المثال تحركات حثثة في الرياض تمهيدا للبت في موقف سوريا موحد يمهد لعملية سياسية تحرج حلفاء الاسد التي اعتاد على المواطلة وتعطيل اي حل يفضي الى رحيله عن السلطة لتلبية تطلعات الشعب السوري الذي خرج ثائرا منذ سبع سنوات نظم العشرات وقفة تضامنية ومظاهرة في عدد من مدن ومحافظات سوريا استنكارا للجريمة التي وقعت بحق عناصر من الدفاع المدني السوري في بلدة سرمين بإدلب وقتل سبعة عناصر من الدفاع المدني فجر أمس بهجوم لمسلحين مجهولين على مركز لهم في بلدة سرمين في مدينة إدلب شمال سوريا وسط إدانات مدنية وعسكرية للجريمة بهدوء دخلوا وببرود صوبوا أسلحتهم تحت غطاء الظلام والجبن خطفوا أرواح الأبطال السبع البيض وقبل أن يفروا نهبوا كل المعدات والآليات المتواجدة في المكان ولا ذو بالفرار هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف مركزا تابعا لدفاع المدني السوري في بلدة سرمين شرقي مدينة إدلب فجر السبت والذي لاقص تنكارا عالميا واسعا لم يكن الاستهداف الأول فهؤلاء السبعة سيضافون لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي نشرته في السادس من شهر يوليو تموز الماضي والذي وثقت فيه الاستهداف المتكرر للدفاع المدني السوري والتواقم الطبية منذ بداية العام الجاري والذي حسب التقرير راح ضحيته 69 قتيلا من أفراد الدفاع المدني والفرق الطبية في 135 هجوما على مراكز حيوية يعملون فيها ووفق التقرير فإن قوات النظام السوري وروسيا قتلوا ما لا يقل عن 153 فردا من الدفاع المدني ونفذوا أكثر من 230 هجوما على مراكزه أو سيارات خدمية تابعة له منذ تأسيسه عام 2013 واعتمدت الشبكة في تقريرها على شهادات من 11 شخصا خمسة منهم يديرون مراصد عسكرية في المنطقة الشبكة السورية لحقوق الإنسان لا تزال تناشد مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا على الأقل بحق التواقم الطبية لأنها تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وترقى إلى جريمة حر لنشتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أقام نادي الفتاة في الموصل مهرجانا لاستكار شهدات الرياضة النسوية في الموصل ألواتي قتلنا على يد إرهابي تنظيم داعش حيث تم رفع لافتات تحمل صور وأسماء عدد من اللاعبات المدينة التي سقطنا ضحية إرهاب التنظيم واستهدافه لهن خلال فترة احلاله المدينة من بين أهم النشاطات في الموصل التي بطش داعش بها ومنع ممارستها هي الرياضة فحالها حال بقية الفعاليات الشبابية الأخرى عانت من ظلم هذا التنظيم وإرهابه منعا وحرقا وسرقة لمؤسساتها حيث آن الرياضي المدينة من تضيق وتقييد همجي لحرياتهم الشخصية والعامة خلال سنوات الثلاث من احتلال داعش نادي الفتاة الحقيقة متميز جدا في كرة الطائرة وحصل على نتائج متميزة على مستوى القطر لأنه يمثل خيرة من الرياضيات الموجودين في جامعة الموصل وكذلك في كرة اليد وكذلك في كرة القدم الخماسي شكلوا فريق متميز واستطاع أن يشارك ضمن الدوري ولكن الحقيقة ظروف داعش ومنعت كثيرا من الطالبات المشاركة ورياضيات المشاركة في المتفات نادي الفتاة الرياضي في الموصل إحدى المؤسسات العريقة في المدينة الذي احتضن الكثيرات من النساء اللواتل معت نجومهن في عالم الرياضة على مستوى العراق وهو ناديهن يحتفي بهن ويستذكر من سقطنا منهن ضحايا لها مجيئة داعش ورجعيته خلال سنوات احتلاله المدينة نادي الفتاة كان مستهدف من قبل الإرهابيين والنتيجة أنه تفضلوا يشوفوا يعني الصور تثبت ذلك نحن عندنا توثيق أنه نادي احترق بالكامل والتجهيزات كلها سرقت كلها سرقت من قبل الإرهابيين وطبعا النشاطات تتوقفت خلال فترة الإرهابيين مقر نادي فتاة الموصل الرياضي ومرافقه تعرضت لأعمال سرقة وتغريب وإحراق من قبل مقاتل داعش إبان احتلالهم المدينة حيث كانوا يعدونها إحدى المؤسسات التي تخالف أفكارهم الظلامية حتى أصدر التنظيم ما وصفه حرمة ممارسة الرياضة من قبل النساء حيث قامت وزارة شباب الرياضة بدعم نادي الفتاة الرياضي الذي قدم التفحيات من شهيدات وجرحة ومفقودات صراحة من المعيب على عصابة داعش أن يقوموا بإيذاء النساء وإيذاء البريئات هذا الاحتفال تخله عدة فقرات من العاب الرياضية على كافة التنفيات العمرية نسوية وشبابية وللأشبال العديد من الفرق الرياضية في الموصل شاركت نادي الفتاة احتفاءه بشهدات الرياضة في الموصل من خلال ألعاب وفعاليات استضافتها ملاعب النادي وسط شعارات حملت أسماء للعبات قضين من أجل مدينتهن على يد داعش واليوم أصبحنا المحرك الأهم لإعلان عودة نادي الفتاة الرياضي ليفتح أبوابه مرة أخرى أمام من يمتلكنا مواهب وإمكانات رياضية في الموصل تركت أجواء العنف والحرب التي عاشها أطفال الموصل أثارا خطيرة ومشاكل نفسية واجتماعية على حياتهم مزيد من التفاصيل مع الزميلة ميسون بركة أطفال عانوا إصابات مروعة عقب محاصراتهم بالنيران المتبادلة بين طرفين نزاع في الموصل منظمة اليونسيف تقدر عدد الأطفال النازحين الذين تلقوا الإسعافات النفسية وخدمات صحة العقلية حتى الآن بسبعين ألف طفل من خلال فرق متنقلة من الأخصائيين الاجتماعيين وتقول المنظمة إنه تم العثور على أطفال في حالة صدمة وسط الركام أو في أنفاق في الموصل بعضهم فقد عائلته أثناء الفرار إلى الأمان غير أن بعض الأباء طروا أحيانا إلى التخلي عن أطفالهم أو تركهم لآخرين وأضافت في بيان أن كثيرين من الأطفال أرغموا على القتال أو ارتكاب أفعال عنف كما تعرض الأطفال لاستغلال الجنسي وكالات حماية الطفل سجلت أكثر من ثلاثة آلاف حالة للانفصال عن الأهل إضافة إلى أكثر من ثمانمائة حالة لأطفال بلا مرافق والفئة الثانية هي التي تمثل رعايتها أولوية في المخيمات يتم إسكان الأطفال في العادة مع أسر على أساس مؤقت وإذا تعذر توصل إلى الأباء أو أقارب آخرين تبدأ عملية قانونية لنقلهم إلى بيوت رعاية بموافقة حكومية وإذا أخفقت كل الجهود يتم اللجوء إلى برنامج للتبني من البداية يحتاج الأطفال إلى خدمات متخصصة مثل الاستشارات النفسية ويحتاج البعض لرعاية صحية نفسية غير أن الحكومة العراقية تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية الكافية لمواجهة هذا التحدي وفق منظمات إنسانية بعدما خطى البرلمان الأردني خطواته بثقة وألغى المادة 308 من قانون العقوبات في المملكة الهاشمية يتحرك المجتمع النسوي في لبنان لإلغاء المادة 522 الشبيهة له كي لا يفلت المغتصب من العقاب التفاصيل مع تريسي أبي أنطون في التقرير التالي بعبارات مماثلة علقت نساء لبنانيات على قرار إلغاء القانون 308 الأردنية الذي يعف المغتصب من العقاب داعنا إلى إلغاء المادة 522 الشبيهة له المادة القانونية 522 من قانون العقوبات اللبنانية الحقيقة هي كتير مشحفة بحق المرأة وبحق الفتيات أكتر يعني بتنص إذا شخص اختصب صبية وعرض عليها الزواج وقبلت يعني بدغط من الأهل أكيد هيدا عادة بيكون بدغط من الأهل أنه تتزوجوا معناته أنه هو يعفى من العقوبة ما ديصير إشحاف أكتر من هيك يعني نساء وفتيات تمروا جريمة اغتصابهن بصمت بسبب هذه المادة القانونية وعلى وعلى العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة ناهيك عن مختلف أشكال العنف المعنوي واللفظية الذي يرافقه قد تجد نفسها في لبنان عاجزة عن الدفاع عن نفسها أغلب الستات يعني مدركات أنهم منهم محميين لا أنونيا ولا مجتمعيا ولا إنسانيا فهما بيلجأوا لعننا حتى يحسوا أنهم بمطرح المطارح قواية ومطرح المطارح أنهم عن جد محميين وفيما التوعية تتسرب داخل المجتمعات جاهدة للإضاءة على جريمة الاغتصاب نساء كثيرات بحاجة إلى تعزيز الثقة في نفسهن النساء اللي بيجوا عنا على المركز أكيد نسبتهم خجولة تعرف أن هذا الموضوع يعتبر موضوع كثير حساس فالستة اللي بتيجي عندنا نعتبرها ناجية وليست مستضعفة وليست ضحية هي ناجية لأنها عارفة وين متوجهة على مراكز استماع حتى تتلقى خدمة اجتماعية ومركزة بحسب الحقوقيين والحقوقيات بات إلغاء القانون قاب قوسين أو أدنى من إقراره ورغم ذلك ستعوزه الثغرات ججلة الإدارة والعدل وافقت على الغاءة ودرسة المواد المتعلقة فيها من المادة 501 لل521 وكان كثير منيح أنه شددوا العقوبات على المعتدي وإنما استثنوا مادة واحدة هي 505 التي تنص على عمر بين 15 و18 سنة في العام 2011 نجح البرلمان اللبناني في إنصاف المرأة جزيا بإكرار قانون العنف الأسري لكن الدربة ما زال معبدا بالشوق أمام محاولات الجمعيات الحقوقية لنصرة قضايا المرأة في قانون العقوبات اللبنانية مواد قانونية عدة مشحفة بحق المرأة وبين محاولة إلغاء المادة 522 وإضافة مادة قانونية لإلغاء التزويج المبكر يبدو أن المشوار من أجل نصرة المرأة لازال طويلا لأخبار الآن تريسي أبيانتون لبنان إناس جديد طالبة شابة من الغوطة الشرقية في ريف دمشق حصلت على المركز الأول على مستوى المناطق المحررة في سوريا وذلك على الرغم من وجودها في منطقة محاصرة من قبل قوات النظام منذ أربع سنوات ذلك فضلا عن تعرض مدينتها للقصف المتواصل بالطائرات الحربية والصواريخ نتابع قصتها أول شيء السبب الأساسي للي خلاني أنجح هو كان أنه عندي أمل عندي أمل كثير أنه لحن نرجع نوقف من جديد ونعمر بلدنا وننجح ونحق نجاح والهدف والتصميم يعني أنا دخلت على البكالوريا حط هدف 240 واشتغلت عليه ما دخلت أنه خلاص شو ما درست لحجيب واشتغلت عليه والحمد لله بتوفير من رب العالمين ووصلت له الإنسان إذا ما أشتغل من غير هداف مستحيل يصل للي بدويا يعني الهدف والأمل هم النور اللي نوروا لي هذا الدرب اللي خلوني أصل واشتغل بكل جد واجتهاد مشان أصل له الحرب اللي كانت محيطة فينا ما كانت كانت عامل سلبي بحيات كل حدا هون بس نحنا حولناها لدافع لأنا حتى نشتغل ونعود شو ناقصنا من كوادر طبية اختصاصيين كوادر تعليمية العوائق اللي واجهتني طريقي كانت الحصار المفروض علينا مثل قلة الإنارة والكهرباء هذا الشي خلت طالب بيحصر ساعات دراسته بوقت أصير يعني من بعد دوان بدرسه لأبل المغرب لأنه كانت الإنارة السيئة والإضاءة كمان وقلة الكتب كتير كتير شكل عائق كبير كنا ما قدرانين دخل كتب أو ممنوع بالأحرى القصف المستمر كان يستمر معنا من طلة الدوام من بداية الدوام وحتى نهايته هذا الشي كان يخلي الأهل تتردد تبعث ولاده على المدرسة لأنه خطر كان كبير عليهم بس الحمد لله نحنا جاوزنا هاي المرحلة وكسرنا هذا الحاجز قدرنا أن نروح على مدارسنا نداوم ونأخذوا دروس ونرجع ندرس بكل إصراء وتصميم عن نجاح فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل الشمام يقي من السرطان وأمراض القلب أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الحياة التي عنونت الحالة الاقتصادية مرتبطة بصحة الأوعية الدموية للأطفال أظهرت دراسة جديدة في أستراليا أن التحديات الاقتصادية في مرحلة الطفولة ربما تكون مرتبطة بتزايد سمك جدران الشرايين وهي حالة تسبب العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت الغناء يساعد على شفاء مرضى الشلل الرعاشي أكدت أحدث الأبحاث الطبية فائدة الغناء في مساعدة مرضى الشلل الرعاشي على تقوية العضلات المتحكمة في البلعوم ووظائف الجهاز التنفسي وقال الأطباء أن جلسات العلاج بواسطة الغناء بين مرضى الشلل الرعاشي أثبتت فاعلية في تقوية العضلات المتحكمة في البلعوم ووظيفة الجهاز التنفسي إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت الرجال أكثر عرضة من النساء لمشاكل عقلية ناجمة عن العمل يوعد الرجال أكثر عرضة من النساء للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية الناجمة عن العمل وأقل احتمالا أن يطلب المساعدة في هذا الشأن وخالص مسح للمنظمة إلى أن 1700 شخص عانوا من ضعف في الصحة العقلية وعزى ثلث الرجال سبب ذلك إلى العمل بينما قال 14% أن مصدر الأمر أسباب خارج العمل وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت وكالة دولية تحذر من البطاطا المقلية قامت وكالة معايير التغذية بالتحذير من أن زيادة حرارة الفرن لطبخ أغذية نشوية بسرعة يمكن أن يسبب حرقها وتكون مواد مسرطنة وأشار خبراء الصحة إلى أن حرق الأطعمة النشوية مثل البيتزا والتوست والكيك من الممكن أن يكون السبب في الإصابة بالأمراض وأخيرا صحيفة النهار اللبناني عنوان الدماغ يحفظ معلومات جديدة أثناء النوم توصل علماء من جامعة فرنسية إلى معلومات تشير إلى أن الدماغ قادر على حفظ معلومات جديدة أثناء النوم واعتبر العلماء أن النوم من أهم ما يساعد الجسم على استجماع القوى والحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبي وتعتبر النتائج خطوة مهمة في بحوث علم الأعصاب حيث من الممكن أن تساعد مستقبلا على فهم آلية عمل الذاكرة وتخزين المعلومات في الدماغ تقوم دول العالم بإجراءات احترازية لمنع وصول البيض الملوث بمادة الفيبرونيل الكيموية الفضيحة التي بدأت في أوروبا ثم ملبثت أن انتشرت لاحقا في عدد من الدول المستوردة للبيض تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي في أخبار الآن بعد فضيحة البيض الملوث التي انتشرت تم تعزيز المراقبة على البيض المستورد من أوروبا بعد تبين أنها بها بعض البواد الملوثة بمادة مبيدة للحشرات وكانت السلطات الصحية الأوروبية سحبت الملايين من البيض من المتاجر وأغلقت عشرات المزارع من درصد مادة الفيبرونيل التي يمكن أن تضر بالإنسان حيث أفادت السلطات الصحية من أنها منعت استخدام مبيد مادة الفيبرونيل وأنه يؤدي إلى تدمير الكلا والكبد والغدة الدرقية لذا البشر إذا تعرضوا لكميات كبيرة فإنها كافية لإحداث التأثير وهذا المبيد يستخدم للتخلص من الحشرات والميكروبات العالقة بالبيض أو الدجاج وخاصة لمعالجة من القمل الأحمر وأشرت منظمة الصحة العالمية أن الفيبرونيل مادة متوسطة السمية إذا تناولها الإنسان بكميات كبيرة وتم سحب كميات ضخمة من البيض الملوث من متاجر تسوق الأطعمة في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويسرا والسويد وتقدر الخسائر في هذا القطاع حتى الآن بعشرات ملايين اليورو بينما ما زالت 160 مزرعة متوقفة عن العمل في هولندا و60 أخرى في بلجيكا أكد عدد من العلماء في الولايات المتحدة أن تناول الشمام يقي من السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية وأوضح العلماء أنهم توصلوا إلى تلك النتائج بعد سلسلة من التجارب التي شملت عددا كبيرا من النباتات الطبية والفواكه لاكتشاف أفضل المصادر الطبيعية لاستخلاص أدوية وعقاقير للوقاية من أمراض القلب أظهرت دراسة أن عدم جودة الهواء في مراكز الإطفاء يساهم في زيادة أخطار إصابة رجال الإطفاء بالسرطان فقال باحثون أن رجال الإطفاء يمضون وقتا طويلا من نوبات عملهم بانتظار الاتصال بهم في المراكز وخلال تلك الفترة من الممكن أن يتعرضوا لعوادم الديزل من الشاحنات الموجودة في الموقع والغازات المنبعثة من معدات ملوثة عقب مكافحة الحرائق وهي مصرطنات معروفة في خبرنا الرياضي فاز ريال مدريد الإسباني على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسبانية وشهدت المباراة واقعة ترضي نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفا بعد حصوله على انظارين ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين يونج يانج تستعد لتجربة صاروخية جديدة جهود لتوحيد مواقف المعارضة السورية ودفع العملية السياسية ولبنانيات مع نصرة قضايا المرأة بالقانون وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة